السلام عليكم بألف صحة و بخير سأعطيكم فيديو جديد الفيديو المتابعة اليوم سوف نشاهدون صندويتشات بشوار ممتع الجيش حرابيني نتعم ستوسين كيف و تابعوني في الفيديو بشو نشارك معكم معناه صندويتشات ما كيف تعملون من الأول للأخر بالنسبة المكونات نستحقوا 150 جرام سميد أرتب 450 جرام فارينة عندي زيت زيتونة 350 ملليتر بين كرام لكيد و ماء دافي نستحقوا ملح خميرة خبز و خميرة جاتو طريقة التحذير بالنسبة الكرام لكيد استعملت 20 جرام كرام لكيد و البقية ماء بالنسبة الكرام لكيد و أعطيت فرق يسر محلاف الخبز الخبز بالحق يسر شوش خفيف قطني بالحق يتاكل عشبع كما تشوفوا حتيت ملول كمية متاع الماء و الكرام لكيد حتيت عليهم مقدار متاع مقولوا واحنا معناه أربع مغرفة كبار زيت زيتونة حتيت زادة الخميرة متاع الخبز و طوش نحط خميرة الجاتو بالنسبة الخميرة متاع الجاتو مقدار 5 جرامات 6 جرامات مش برشا كما تشوفوا لنا الخميرة كي حتيتها مع الماء و الكرام لكيد و الزيت معناه مع سواء الكل كما تشوفوا فيها كلي كشكشت شوية طوى ديريك بش نحط الفيرينا سميت و بش نخدمهم بالباهي بالعجينة و إلا ترجموا أنتوما تخدموها بيديكم على فكرة بالنسبة للطاقسة ذاية سخونة على الأخر يشجع معناه على عملين الساندويتشات سورتو حاجات كي ما هكرة و في سا ما يخبرو حاجة أخرى بالنسبة ل معناه للخبزة ذاية كي ما تعرفوا معناه سميد مقطوعين و إلا الفيرينا نجموا كيلو معناها نعش كين دبرتو كيلو فيرينا و إلا كيلو سميد تعملوا به الحاجة ديا و إلا أنتوما مش كل يوم معناه بش تقعدوا تعجنوا جسد واحد مرة هكا في الفير و إلا أنتع شهوات نجموا تعملوا الساندويتشات هدوما بش نقعد نخدم فيها بالباهي على فكرة بالنسبة للعجينة متاع الساندويتشات حتى مرة معملتها بسميد المرة دي قلت خلينا عملها بسميد و بصراحة حسيتها فرقة بارشة كي ما تشوفوا العجينة في اللخ اللي نتحصلوا عليها تكون متماسكة وبتبيعة قبل من العجينة متاي ما تتماسك حتيت مغرفة صغيرة ملح واريتها لكم في الفيديو بش ما تنسوهاش كي ما تشوفوا هذه العجينة اللي نتحصلوا عليها تكون سوبل على الاخر و في الفيديو ذات المنت تقس سخون على الاخر معناه العجينة نحستها سخونة هكا ما بين يدايا كي ما قلت لكم التقس سخون معناها تنجموا تعملوا العجينة هذي من بانو الساعة وتخمرلكم في راحتها هذه العجينة متاي حتيت فيها كمية صغيرة متاع ذيت نباتي ولا زيت زيتون انتو ما وشنو هتحبوا الامينة حتيت زيت نباتي والعجينة متاي بش نحطها بش نزيتها كم الفوق من اللوطة بش نغطيها بابيا سلوفان منديلة و بش نخليها ترتاح في عقالها اللوطان اللي اللي عجينة متاي قادة ترتاح كي ما تشوفوا اختيت ستر متاع الجيج بالنسبة للجيجة ديك على اساس بش نعملوا معناها ما شوي و الا تروف كي ما قلو اسكالوب باني حصلوا قلت خلينا نعملوا بالتريقة هذي كي ما نشوفوا الزر متاع الجيج لكل نقصوا شرائح طوليا و بش نشارك معاكم الشوارما كيفش بش نعملها ديكو بنينة على الاخر بالنسبة لكمية الجيج راني عملت مقتار متاع 350 جرام الـ 400 جرام الجيج حالا انا بخديت باسلة متوسطة اشترها بش نقصوا معناه بش نحطوا مع الجيجة ذاكرة او يفوحها الاخر وشتر الاخر حشتي بي بش نحطوا مع صندويتشات او كمعناه من كي ما قولوا ما قصووش شتر الباسلة ونخليوها كيكا شتر الاخر او كنستحفظو به بالنسبة للبصل اللي بش نعملو في الشوارما حاولو بش يكون جويد على الاخر حاولو بش تقصوه الا بش تفرموه يكون جويد برشة بش مبعد ما يظهر شوست حشتنا بيه معناه بش يسايد في حقها على جناب خديت ساحفة بش نحط فيها التتبيلاء متاع الجيج اللي بش نعملو شوارما كي ما تشوفو خديت مقدار متاع نعملوها بالكريم فريش وإلا بتلافها مغارف كبار حليب لانا اسبقتكم بالحديث بالنسبة للكريم اللي كيدا ذيكا فوحتها بشوية سوس برباكيو حتيت ملح كركم فلفل لكحل ثوم بودر كليل وزعتر فلفل احمر وبش نحط زيدة من الفاحة ذيكا سبيسيال متاع الجيج دي ما نقول لكم معناه شنو فيه فيه ملح فلفل احمر شيلي في زيدة قرفة فيه كليل هكا فريش كذو ما هما لفاحات متاع الجيج كإضافة عملتها حتيت كليل كعب وحتيت زيدة من القرفة بالنسبة للقرفة نشوف فيها موجودة معناه في الفاح متاع الجيج قلت بوخوا قابا خالي نفوح بها الجيج متاعي وبصراحة معناه مثل ماشا كمطعم بيزار وإلا مطعم خايب بالعكس بنت الجيج تو حتيت شتر الراس بصر لذيكا اليقاسيتو ملول معاكم بش نحط الجيج وبش نخلط الجيج اذيكا فتت بيلا بيكا وبش نخليه نص ساعة يترقد في الفاحات بالباهي كي ما تشوفوا ذي الجيج متاعي بعد ما دخلت في وسطو كل الفاحات ذوكم الكل بالباهي طوام قليكين بش نعطيب بابيس والوفام بش نخليه نص ساعة وفي نفس الوقت عدت نص ساعة بالضبط الخبز متاعي كما تشوفوا فيه خمر بالباهي فوج بش ناحي من العجينة ذيكا كلهوية الكل وبش نشكلوا مع بعضنا لخبيه زيت على فكرة بالنسبة للعجينة كي ما تشوفوا فيها دجا في الفيديو ظاهرة على الاخر اللي هي ياسر ترية سوبل وحسينو ياسر تتشكل هكا بكل سهولة في اليد ميش هكا اللي كي ما قول واحنا كيس حوالا يابسة اللي حبيت نقولو عجينة ياسر متاع هذه العجينة متايب شنقسم على خمسة كبيرات بتبيع انتم ما تحبوا تعملوا خبزات كبار خبزات صغار نجموا معناية تقسموا على اربع يكونوا خبزات كبار وإلا تعملوا خمسة يكونوا متواسطين بالنسبة لاي عملتها من لول جيت بش نعملها معناية على ستة وبعدي كي مظهر ليش شوني معناية صغار على الاخر او كانتو ما تحكموا في الحجم متاع الخبزات اللي تحبوا تعملوها هذه العجينة متايب بعد ما قسمتها بتبيع كل عبورة وإلا كل قرصة من العجين بش نعملها على شكلك عبر بش نخليهم على جنب بش نغطيهم بانديلة كي ما تعرفوا الدنيا سخونة سيف معناية من مستحص العجينة بتخليوا هاي شكاكة منها اللي هوي سيناتشي حلكم متنجموش معناية شكلوها بالبيت عمللكم هكا كي ما القشرة من الفوق طوش نتعدى مع بعضنا طريقة التشكيل بما أنو العجينة يسر تريا تتلصق هكا دوب شوية في اليد ديما ماذا بينا الرشو في الفارينة من الفوق و من اللوطة ونحلو بالقلقال على الحجم اللي تحبو انتوما كي ما قلتلكم تحبوه مكبار صغار انتوما وحسب الرغبة بالنسبة لاي عملتهم الحجم متواسطين وباش نعملهم الكل معناية بنفس الطريقة الرشو الفارينة من الفوق و من اللوطة نحلو هكا دوب شوية بالقلقال ونحطهم ديريكت على البلاتوم بتاع الفور وباش نكمل العملية مع الخبزات اللي عندي الكل بالنسبة لاي 600 جرام ما بين سميدو فارينة تايحو لي خمسة خبزات متواسطين وبالنسبة للخبزة داية مش تشكلوه ديريكت وتمشي وتحطوه في الفور لاي يلزمو يرتاح شوية اخرى باش يعطيكم هكا فولوم في الوسط بالنسبة للخبزة داية كي ماريتو دجا في اول الفيديو بفارغ من الداخل وفي نفس الوقت في هكالبات ما يبداش هكالي فارغ باش غطيتو بمنديلة خليتو يرتاح في عقلو بتبع باش يخولي هكا فولوم وبتبع نضافت البلوندو تخفاي هكا شوية وش نتعدي وابعنا تحضير الشوارمة بالنسبة للشوارمة متع الجيش كي ما تشوفو خطيت على جنب قلايا حتيت فيها كرمية صغيرة متعزيد ودجاجة ذاكا ملول باش نخليه يتيب على نار متوسطة معناها حتى الوين كي ما نقولو احنا كالكريمة ذاكا ليكيد معناها تتشرب اللفاحات اللي موجودين في الدجاج الكل من بعدها تشوفو الدجاج كيفاش باش يوالي بالنسبة للتيابة الدجاج حسب التقريب خذي مني درجينة كاكا بالضبط عشا دقايق وكان حاضر خذي الدجاج مدي بعد بعشا دقايق كاكا والا حتى اقل شوية كي ما تشوفو فيه اللون متاوي تبدل تاو مبقالي كان باش نطلعو وفي نفس الوقت عشا دقايق تعديو على الخبز باش نحطو متيبو على فرم ساخن من اقبل على متيبو ثلاثين درجة نال الفقانية ولو تانية الخبز متاي باش نخليه بالضبط عشا دقايق ويكون حاضر ودي الدجاج متاي كي ما تشوفو فيه اخذي هكا لون ميزيان تاو مبقالي كان باش نطلعو باش نحطو على جنب في صحفة كي ما تشوفو بالنسبة للدجاج باش تعرفو طايبرا وليزم اللون متاوي يتبدل شوية معاد شكل يبدأ فاتح اللون متاوي يغماق دوب شوية ما يغماقش برشا مع صاندويتشات مدية حبيتك نعمل عظم مقلي حسلو كل صاندويتش باش نعمل فيه عظمة مقلية كي ما تشوفو باش نقلي كعبة العظم وبالنسبة للفارس راي مكونة تبسيتة عالاخر وبالحق البنة على دمانتي جربوهم معناي صاندويتشات دوما كي ما عملتم بالضبط وتفكروني في التعليقات بقدرة بيحارة باش تعجبكم عالاخر في نفس الوقت داي الخبز متانا بعد ما احذر بسم الله مشاء الله ريحتو ياسر فيحة في الدار الكل كي ما نشوفو فيه طايب ملفوق وملوطة في نفس الوقت قطني وهكا فرغ من داخل اذا البلاتو الثاني زاد احفر ما بقى لي الخبز كيم باش نحطو في البلاتو اذاك على جنب واش نتعدى مع بعضنا تحذير الساندويتشات بالنسبة للفارس باش نقولكم فيت في شنو عملت عملت هريسة وهريسة عربي بالنسبة لي نحب الساندويتش معنا يكونوا محرحلين بالباهي اذاك علش نزيد الهريسة العربي باش يجوني حارين على الاخر وتاو بش نوريكم الخبز كي قاعد نقص فيه في اتنين اذاك بتبيعة بعد ما برد شوية كي ما تشوفو فيه هي سيرتري دجات تصويره واحدة دجات واضح لكم كل شاي تاو ساندويتش مضايب شنحط فيه هريسة مايونيز شنحط فيه زادة سلاتة وايلا ليتو شنحط زادة معهم بصل البصلة ذيك اللي خليتها من بكري اشترها معنا يقصيته ان لا ميل وبش نحط الجيج اللي عنا بتبيعة عمتو ما تنجمو تعملو فريد تنجمو تعملو زادة بصلوا مع الدنوسة دايبانا على الاخر كان عندكم زادة فلفل بلعبيدي تماشى معاه على الاخر بالنسبة لي عملت جوز تسلاتة هريسة مايونيز والدجاجة ذيكا وبصل هكا مقصوص جويت وبتبيعة ما ننسيوش العظمة المقلية هي اللي فيها البنه لما حالا نسيتها حتيتهم معناه في ساندويتشات بنتو على الاخر كيف حذرتو هذا ساندويتش عملتو بالهريسة والهريسة العربي هذا ساندويتش متاي معناه حبيتنا محر حر بالبي حتيت الهريسة مشيرتين وبتبيعة الحارة هذي حسب الرغبة بتبيعة انتو مكان متحبوش الحار نجمو تخفو الهريسة بالمايونيز بش مجيكمش حار برشا حتيت كعبت الليتو بتبيعة مخصولين نظاف ومرهم واضحة شنحط العظمة المقلية شنحط معهم الجيج والبسال وهذا ساندويتش متانا كان حاضر وباكرا كما تشوفوا نكونوا سانا مع بعضنا نهاية الوديو متانا بالنسبة لليوم وهذا ساندويتش شوار متاع الجيج حارب نينا طعم سترسين كيف ان شاءنا نكون نفيدكم مربع افيدة بسيدة وتوم قريب شغلكم بسلامة في امان الله وشاء ملتقانا فاسا في تخليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر